اشتركوا في القناة شباب بكافة اطيافه وتجمعهم تحت قبة واحدة مشيرا سموه الى ان دخول مملكة البحرين موسوعة جينيس للارقام القياسية ثمرة من دعم واهتمام جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للرياضة البحرينية وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ان تسديل رقم قياسي جديد في البطولة ودخول المملكة موسوعة جينيس العالمية للارقام القياسية ما هو الا تأكيد على المكان المتميز التي تمتلكها مملكة البحرين رياضيا وتأكيد على دور الشباب البحريني بنجاح كافة الفعاليات والانشطة الرياضية مبينا سموه ان هذه المبادرات تعزز من مكاسب الرياضة البحرينية وتعطينا الداثع للمزيد من العمل لتحقيق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكية الأمير خليف بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المواقر وصاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مشهيدا سموه بجهود سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوة وحضوره حفل الافتتاح والختام لتحدي البحرين العالمي لبطولة كرة القدم للصلاة لمدة 24 ساعة كما أوضح سموه أن دعم جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للرياضة البحرينية جعلها تسير على خط العالمية حتى أصبحت المملكة إحدى الدول الكبرى في المجال الرياضي مشيرا سموه إلى أن نجاح الفعالية تأكيد على وضع اسم المملكة على خارطة الرياضة العالمية والتي باتت علامة فارقة في الفترة الماضية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه